لازم مدير التصوير يقعد مع المخرج طبعاً يقعد معاه في كل المشاهد لا أنا هقولك طبعاً في الغالب اللي بيختارني عشان أصور المخرج وبيدي لي السيناريو بقرأ السيناريو أنا عندي خيالي يعني أنا لما أقرأ السيناريو بقى عندي خيالي وكده خلاص ببقى أقعد معاه ونبتدي نتكلم ما بنخشش التصوير أبداً إلا ما يكون عندنا رأي واحد ما ينفحش برأيين أبداً توافقنا لا يمكن لازم يبقى داخلين نصور وإحنا متفقين على كلها وإحنا بنصور بقى ممكن يجي لهو فكرة أو يجي لي أنا فكرة فأقول له عليها نعدل لكن لازم يبقى وحدة الفيلم كاملة أنا حديك مثال زغير فيلم الحب في هضرة الهرم تعاطف الطريب طبعاً هعملنا أفلام قبل كده زي سواء الأوتوبيس التخشيب بقى فيها الواقعية وكده حب فيها دابط الهرم قرأت السيناريو جيت وقفت قلت له الهرم ده قرب آخر الفيلم قلت له هناك مفيش نور وإحنا عاملين أسلوب واقعي أسلوب واقعي في كل شيء أسلوب واقعي في كل شيء يعني لازم تحسي ده حقيقي ما فيوش أي تصنيع مش عاوز إضاءات مبالغة وممكن ده قطر فيلم كمان كان عاطف عمل برضو أسلوب إن فيه ميزانسين كن الأول نسرق الشطات في الشارع لأ هنا قال لي لأ أنا عاوز أعمل ميزانسين في الشارع يعني ميزانسين أنا ماشي معاهم بعدين لوحده وبعدين هي وبعدين أخده مش عارف من فين في الشارع يعني عن الناس أيوة متعب مرهق صعب فالمهم جيت وقفت في مشهد هو اتجوزها أهلهم ما يعرفوش طيب رحوا لهرم عشان يقودوا مبسوطين ومراتوا طيب المنطقة دي ضلمة هحطوا نور استحالة كل الفيلم حاجة وهنا بقى الناس حيتحكوا علينا فقلت له مش عارف قلت له عاطف أنا مش عارف أنا قبل كده مع عاطف كنت عملت في سواء الأوتوبيس لما شلت الأروانة اللي كانوا في الجيش أيوة السلوب تاني خالص أمر أمر وأزرق وكده بتاع لقلت له مش عارف يعني مش قادر يعني إزاي حكثر ده تخيل أعد ثلاث أربعة أيام أفكر إيه اللي هقامله لحد ما جات للفكرة أعمل المشهد كله على نور العربيات المتحركة اللي بتروح هناك صح وعملت الفيلم كده عملت المشهد ده ولا لمبة صناعية سينمائية كله على نور العربيات اللي بتتحرك بس اخترت الهرم الأوسط عشان قدامه ببقى فيه مطلع ينور بعدين يميل العربية يعني اليمين متلف فتعمل بانوراما بالنور وبالتالي أحمد زاكي وأثار الحكيم لما جالهم النور بتاع عربية البوليس بتاع البوليس اللقش يعني هو اعتبرها عربية من العربيات اللي ماشية يعني فمهم جداً انك تعمل نوع من المصدقية الفيلمية أنا بكلم عن التصوير دا الجندي طبعاً أنا لازم أطلع نادي الجندي أمر فيه مشهد بيعذبوها ويحطوا الشاقة في المية ونش عارف ايه فروحت قلت لها أنا يعني مش حقدر أعمل إلا إضاءة تخليكي مدمرة ما فيش حال بتتعذب لي يعني في بعض الممثلات مش ممثلين بيزعلوا بيزعلوا الحكاية دي وحصل لكذا أزمة في أفلامي عاوزين يبقوا كل حاجة المكاش كويس وحل ممثلين ايه ممثلين رجال ممثلات ممثلات مش ممثلات مش رجالة اه بالعكس عادل إمام وأنا بعمل الحريف أنا عملت العادل إمام كذا فيلم بس كلهم كوميدي بس الحريف ده مدرسة لأ ما اللي بقولك لما عملت الحريف مع عادل من بقى من خبرة بقى والممثلين كوميدي لطريقة في الإضاءة الحريف ملوش الحريف ده ملوش جعبه خالص من الكوميدي ده بيدرب مراته وبيغش في اللعبه وحيات كده فقالت له أنا السلم ده النور مختلفة على الأفلام اللي عملناها مع بعض قبل كده عادل إنسان زكي قال لي أنا مليش جعبه أنا مش شغلتي دي شغلتك أنا مليش جعبه أبدا قال لك وعودة التوخان أيها وفعلا أنا وجد نظري إن من أحسن أفلام عادل للحريف وده جزء من عبقرية الممثل أه طبعا أولا إنه ما خافش ودخل الحريف واتنين إنه زي ما قال لحضرتك أنا مليش دعوة وعودة التوخان بالزبط مش بتاعتي نور الله رحمه كان يحب يعرف أنا حطت اللمبة دي هنا ليه عشان تعمل إيه كان يعني عنده حاوز يعرف كل حاجة مش أنا بس كان يسأل دا ويسأل دا ويسأل دا أظنها دي جزء من شخصيته جزء من شخصيته أه 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 على فكرة كمان بيحب التفاصيل وبيحب يعرف من شيء أكثر ممثل أكثر ممثل حسيت إنه مثقف جدا دا صحيح وبيقرأ وكده وبتاع أحمد زاكي طبعا دا أنا بالنسبة لي باعتبره يعني خمة بصراحة لأن أحمد أول فيلم بطل هو فيه كان فيلم أحمد خان اسمه آآ طائر عالطريق طائر عالطريق طائر عالطريق كان هو بطل والمنتج رفض قال لأ دا مش بطل خاصة دا محمد جاب معافة رتوس عبدالحميد اتنين ممثلين في منطقة القوة المنتجين قالوا لأ مش هنبيع هنبيع بها ما هو تعرف السينما تجارة فجابه فريط شوق فريط شوق يبيع ها لما شغلت مع أحمد الفيلم دا طبعا أنا دائما مع الممثلين بقول ملاحظات اللي هو خاصة بالتصوير مثلا المصدر الضوء هنا فما يلفليش عكس مصدر الضوء يبقى هنا وهكذا يا اقول لأحمد اكتني مقلت لهش حاجة خالص موسيقى